الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة و الأخوات في هذا البرنامج المبارك مع هذه الوجوه المباركة و أسأل الله عز وجل بمنه و فضله و كرمه أن يوفقنا و إياكم للطاعات و يجنبنا الذنوب و المعاصي و السيئات إنه ولي ذلك و القادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و إخلاصا و يقينا لك يا رب العالمين حري بالمؤمن أن يهتم في نشره لأحاديث المصطفى صلى الله عليه و سلم و ذكرنا جملة من الآداء في حلقات سابقة ثم ذكرنا معنى حديث أو معنى الحديث في اللغة و معنى الحديث في الإصطلاح عند المحدثين و قلنا معنى الحديث عند المحدثين في الإصطلاح هو ما أثر ما نقل عن النبي عليه الصلاة و السلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية قبل بعثته أو بعد بعثته صلى الله عليه و سلم ثم قد وعدناكم في الحلقة السابقة في بيان معنى أحاديث النبي عليه الصلاة و السلام إذا جاءت في قول و إذا جاءت في تقرير و إذا جاءت في فعل و هذه الثلاث هي تعريف حديث عند الأصوليين هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة و السلام من قول أو فعل أو تقرير سنذكر معنى القول و سنذكر مثالا ثم نذكر معنى الفعل و نذكر مثالا و أيضا نذكر معنى التقرير و نذكر أيضا مثالا حتى يتبين لنا جميعا هذه الأحاديث و هذا التعريف فالتعريف الحديث عند المحدثين سهل هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة و السلام من قول أو فعل أو تقرير الحديث جدا سهل لدى الجميع طيب ما معنى الحديث بالقول بمعنى ما معنى القول و نريد مثالا معناه ما تحدث به النبي صلى الله عليه و سلم في مختلف المناسبات مما يتعلق بأحكام بتشريع الأحكام هو ما تحدث به هو ما نقل الحديث ما نقل عن النبي عليه الصلاة و السلام من قول شنو معنى القول هو ما تحدث به النبي عليه الصلاة و السلام في جميع المناسبات فيما يتعلق بتشريع الأحكام طيب نريد مثال مثالا لهذا قول النبي عليه الصلاة و السلام إنما الأعمال بالنيات هذا القول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث يبين لنا قول ما نقل عن نبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ما نقل عن نبي صلى الله عليه وسلم من قول هذا معنى القول ما تحدث به النبي عليه الصلاة والسلام في جميع في مختلف المناسبات فيما يتعلق فيما يوضح فيما يبين فيما يتعلق بتشريع الأحكام ثم ذكرنا حديث ومثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات نقف عند هذا الفاصل اليسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لا زلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة على معنى بيان تعريف حديث النبي عند الأصولي عند المحدثين وقلنا أنه ما أثر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية للمصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أو بعد بعثته ولو أن بعض الأصوليين قالوا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعنون الحديث هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير بعد بعثته لأنه ما نقل بعد بعثته يقتضي منا العمل وما نقل قبل بعثته لا يقتضي منا العمل كما قال بعض أهل الأصول طيب ذكرنا معنى القول ثم ذكرنا مثالا وقلنا القول هو ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وما في مختلف المناسبات فيما يتعلق بتشريع الأحكام ثم ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قوله لا ضرر ولا ضرار أيضا هذا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام طيب ومثال الفعل ربما يسأل سأل ومثال الفعل نقول هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم معنى فعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا مثل وضوئه صلاته مثل وضوئه وكيفية الوضوء وأدائه لصلاته ومناسك الحج ويعني قضائه وغيرها طيب مثالا على فعله صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي مثاله خذوا عني مناسككم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين لنا على هذا أو هذه أو جزء من تعريف النبي أو تعريف حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم معنى الحديث تعريفه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ذكرنا معنى القول ومثاله فعله ذكرنا معنى الفعل ومثاله طيب ما هو التقرير ما هو التقرير قال أهل العلم ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره عليهم أو ربما بموافقته وإظهاره استحسان ذلك الأمر هذا معنى التقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر أمر وقع أمامه فلم يقل حرام ولم يقل حلال يسكت وربما يوافقه باستحسانه ومثال ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم أحدهما صعيدا طيبا فصليا أو فتيمم فصليا صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة الوضوء أعاد الوضوء توضأ ثم عاد الصلاة ولم يعد الآخر ثم أتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر أن أحدهما لما جاء الماء توضأ وعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة واكتفى أنه تيمم وصلى فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك أي بتيممك تكفيك هذه الصلاة وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين وبهذا تبين لنا تعريف الحديث عند المحدثين ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول وذكرنا معناه ومثال وفعل وذكرنا معناه ومثال وتقرير وذكرنا معناه ومثالا بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر